السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم بإذن الله حبيت نشارك معكم وصفة الصابلي الصابلي بذوق الليمون وصفة جد اقتصادية والتزيين تحها جد بسيط كيماراكم تشوفوا حبينا نبدلوا شوية القلاساج تالشوكولا عملنا هذا القلاساج نتمنى لإعجابكم إذا نبدأ على بركة الله في الوصفة إذن هنا ماذا نحتاجه؟ نحتاجه 125 قرام من الزبدة زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة نحتاجه إلى نصف كاس من الزيت نحتاجه إلى فلون 50 قرام من الفلون بذوق الليمون نحتاج أيضا إلى خميرة فورية ولا خميرة كيميائية نحتاجه إلى بيضة كاملة والصفار بيضة نحتاجه 2 ملاعق من السكر ناعم ثنين ملاعق من النشاء ونحتاجه إلى ثنين ملاعق من حمز الليمون ولارام بذوق الليمون إذن هنا نضيفه رشة ملح نضيفه الزيت ثنين ملاعق من السكر ناعم ثنين ملاعق من حمز الليمون ونضيفه علبة الفلون هنا العلبة ترفض 50 قرام هنا نقيس لكم بالمغرف بيتعرفوا القيس صحاش حال ترفض الزوج مغرف ونص وهنا يلي تحب تستغنع الفلون ندير نصف كاس من السكر ناعم في هذه الوصفة كامل إذن خلطوا المكونات حتى يتجنسلنا الخاليط هنا البنات نقدر نستغنعوا عن الباطر نقدر نديروا باليد فقط لكن بشرط لازم نخلطوا مليح حتى يتجنسلنا الخاليط ويضبنا ذاك السكر باش ما يجينش تصابلي تعنا يابس نكملوا الخلط والبنات حتى نتحصلوا على هذا الكريمة بهذا الشكل من بعد نضيفوا بيضة كاملة والصفار بيضة نضيفوا العرام تعال ليمون عطر ليمون نخلطوا لبنات البيض نضيفوا لنا ويندمجوا الخاليط من بعد نروحوا للمكونات الجافة هنا نحينا خلاص الباطر نكملنا منه نضيف اثنين ملاعق من النشاء نشاء الذرة او المايزينة من بعد ضفت الكاس الليول بتاع الفارينا والكاس الثاني والكاس الثالث ضفت منه نصف فقط نضيفوا الخميرة الكيميائية نضيفوا باكي كامل 10 جرام هكذا بهذا الشكل ونخلطوا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا نخلطوا فقط برؤوس الأصابع لأنه الصبلي ميحبش العجن هكذا بهذا الشكل هنا يخصتني شويز تلها الباقي هكذا ونكمل ونطموها أنا اللي هنا بعد ما طميتها كما راكم تشوفوا هذه العجينة نتحصلوا عليها إذن ونحطوها في كيس بلاستيكي باش ما تبسلناش هذه العجينة ونبدأ ونطرحوها أنا دلت الكيس بلاستيكي هذا لأنه عاوني بساف نبدأ نطرح العجينة تاعي بهذا الشكل ونرد عليه الكيس بلاستيكي هكذا بهذا الشكل نضيفنا نطرحها شوية من بعد نحلها بالحلال هكذا البنات ونضيفناها بالحلال صورة هكذا مثلا المصدق مصدق نظيفنا ونطرحوها شخشينا. هكذا بشيجونا الحبات تابعنا ملاح. هكذا بهذا الشكل. من بعد نبدأ نطبع نجيب الطابعة تاقي الصغير بشي قطع لي آآ كمية كبيرة. نقدرت هذا المربع. ونبدأ نطبع هكذا عادي. قد طبعوا البنات طبعوا هكذا برك ورفعوا للطابعة تعنا متحركوش بشيجو كل الحبات كامل قد بعضاهم. هكذا بهذا الطريقة. هنا البنات كنين وجد الفور تاعك على 180 درجة خليه يسخن. وجدت البلا تعي درت فيه البابي كويسون. وبديت نهز الحبات تعي كما راكم تشوفون حاطي يدي تحت البلاستيك. ونرفض الحبه. هكذا البنات حاطي يدي تحت البلاستيك ورفدي الحبه هكذا. تشيك سهلا. هكذا بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا البنات هاو الحجم تاحا. مش رقيقه بزاف ومش غشينة. هكذا ونكمل الحبات تعنا كامل. اذا كما تشوفوا البنات هذا هو الصابلي تعنا بعد ما طيبته. كما تشوفو طيبته في اللون الذهابي. اخليته شي حمار لي. وهنا البنات جينا لكريمة الزبدة اللي هنا عندي ملعقة بتاع الزبدة. ضفت لها اربع ملاعق من السقر الناعم. ونضيفو اثنين ملاعق من حمضة الليمون او او عصير الليمون. هنا نخلطو كريمة الزبدة تعنا حطة بياض. وعندكم اختيار اللي هنا تقدروا اضيفو اعطر الليمون في هذا الكخام او بيغ. اذا نجيب الحبات تعنا تصابلي. نبدو لسقو الحبات تعنا. نحط كمية فقط من كريمة الزبدة. هكذا على السطح تاحا. نجيب الحبات الثانية. ونضغط شوية على الحبات. هكذا ونمسح لها بتاعها. هكذا بهز الشكل. نزيد ندير معاكم حبة ثانية. كي ما قلت لكم منكثروش اه بزاف مكريمة الزبدة. نحط القطعة الثانية. نضغط عليها شوي بهذا الشكل. ونمسح الجوانب بتاعها. هكذا بهذه الطريقة. وهنا جينا للقلاسات اجتاعنا. اللي هنا وش نحتاجه? نحتاجه ربع ملاعق من الحليب. اربعة من الزيت. الزوج من عصير الليمون. واربعة من ماء الزهر. ونحتاجه ايضا الى سكر يكون لهنا شرط لازم يكون مغربل. ونحتاجه الى ملون باللون الاصفر. هنا يجب انغسي بيون خلط المكونات تعنا كامل مع بعضهم. هكذا بهذا الشكل. من بعد نبدأ ونضيفه بالكمية السكر الناعم. هنا لبنات نقدر نستغنى عن الباطر. نقدر نستخدمه فقط الضراب اليدوي. الانفوي فقط. انا فقط درت الباطر اللي هنا لاني نحب السكر تعيذو بمليح. ستقدر تستغنى عليه يعطيكم نفس النتيجة. هكذا البنات نخلطه مليح ومن بعد نزيدو السكر. كما هنا يضفت الملون باللون الاصفر ضفت القليل فقط. منضيفهش بالساف. هكذا ونخلط. هكذا ونخلطو مليح باش يجي القلاساج تعنا اللون تعم واحد. ونخلطو الكولوران مليح. من بعد نجيبو الحبات تعنا تلقاتو. كما راكم تشوفون بدا نختص الحبة هكذا بهذا الشكل. ونحرك يدي باش القلاساج تعنا يجي مستوي. ونحطه فوق المشبك. الحاجة المميزة في هذا القلاساج انه شي حليلي لانه فيه القارس وفيها مظهر. اذا كاميراكم تشوفون نكمل بنفس الطريقة. وهنا البنت الزين اختياري كما راكم تشوفون. الزين تو فقط بخطوط بيضاء. القلاساج تعيز له ملون ابيض. ودرت خطوط بيضاء. ودرت له ذاك العقاشات كما راكم تشوفو. وانتم لكم الاختيار زينوا كما تحبو باللي متوفر عندكم. آآ لقاتو هذا كتاة لي خمسة واربين حباء. المذاق تعوه رائع. نتمنى اينا الاعجابكم. نتمنى تجربوه. الى هنا حبيباتي رحقنا نهاية الفيديو. مبقى دي غير نقلكم الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.